سؤال حلياتنا النهاردة كان بيتعلق بأمنيات حضراتكم للنادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية وخصوصا بعد ما أجريت القرعة بشكل رسمي وأن الأهلي خلاص هيقابل الدحيل في أول مباراة يوم 4 من فبراير فبالتالي تعليقات حضراتكم كانت من خلال الصفحات المختلفة على السوشال ميديا نبتدي بدعاء والقالت لازم اللعبة ما تحطش أمال كبيرة جدا على رأي متعب وإحنا عارفين رأي متعب في الجزئية دي لما كان قال في إحدى الاستوديوهات التحليلية قال إن إحنا لما رحنا أول مرة كأس العالم قلنا إيه؟ قلنا إحنا رحين ناخده بطولة فأخذنا السادس المرة اللي بعدها لما رحنا كأس العالم كنا مركزين بشكل أكبر فبالتالي قدرنا إن إحنا ناخد المركز الثالث فدي جزئية مهمة جدا في الحقيقة ونصيحها مهمة كمان من متعب وأكيد دعاء ركزت عليها بشكل كبير وقالت لازم يلعبوا من غير ضغوط وللمتعة وساعتها ممكن يقدروا يحققوا مركز متقدم إن شاء الله بإذن الله حنان كمان قالت الوصول للنهائي إن شاء الله ويا رب البطولة ليه؟ لا إحنا للأهل طبعا أمنيات دايما جمهور النادي الأهل يبقى عنده أمنيات ليه؟ ممكن أنها تتحقق مفيش حاجة بعيدة يعني في كرة القدم مفيش حاجة بعيدة عن ربنا إطلاقا أي حاجة ممكن تتحقق لكن عشان نبقى واقعيين أكيد مباريات هتبقى صعبة جدا بداية من الدحيل الأول وبعد كده بإذن الله إن شاء الله يكتب النادي الأهلي التوفيق ويلعب بايرن ميونيخ فهتبقى المواجهة طبعا صعبة ونسب فوز لبايرن هتبقى أعلى لكن ليه ما تحاولش؟ ليه ما يبقاش عندك أمنيات ودوافع قوية؟ إن شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه البطولة بالمناسبة إحنا النهاردة اتكلمنا عن كأس العالم الأندية بما إن الفريق أجازة لكن إحنا من بكرة طبعا حيبقى التركيز كله سواء في حلقة بكرة أو بعده وقبل مباراة يوم الثلاثة أمام بيرمتز حيكون تركيزنا كله منصب على مباراة الأهلي وبيرمتز لأنها مباراة غاية في الأهمية في سباق بطولة الدوري العام وكمان بالتحديد بخصوص الجوانب المعنوية التي يجب أن يكتسبها النادي الأهلي قبل الصفر لقطر بإذن الله تعالى